اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة ترجمة نانسي قنقر 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 الصحافة مكانش أسرع تفصلون من أخبار ديال الأخبار ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة 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 لا صبت لي باسبخ صبت لي باسبخ رومانيا صراحة نريد أن نحيا فيك هذا الإنسان شكرا سوف نذهب بحنم تبارك الله عليكم وعلى السلام عليكم شكرا كيفما شفتوا هذا كان تصريح الواحد الطالبة المقدرة تصبح في قط غير القاتل وتمكنهم السلطات المغربية مشكورة أنها قدرت أنه تصريب لي حتى هو الباسبور دياله في رومانيا باش تقدر تجيبه كيفما شفتوا مشاهدين هذي مشاهدين قناته شوقع تيفي كانت هذي هي أجواء وصول طلبة ديال أوكرانيا إلى المغرب في مطار محمد الخامس عادي نقول لكم إلى اللقاء وكان معاكم منسوش الشكر الجزير الكبير المصور خلف الكاميرا حمزة بوقنادل شكرا لكم لنا الصورة ولكم التعليق وإلى اللقاء شكرا لكم